مرحبا شباب معكم يونس اتعلم بفيديو جديد و بتكويرتين جديدة للفيديو السابق كما رأينا في هذا الفيديو السابق لقد تعلمنا كيفية تروين لوفي من أنمي وون بيس والآن سوف نتعلم كيفية عمل خلفية للرسمة سوف نحتاج الى مقص الورق للعمل و نحتاج كذلك الى منديل ورقية بهذا الشكل سوف تسألوني عن هذه الاشياء لماذا سوف نحتاجها و سوف أوريكم يعني لا داعي للسؤال المهم مقص الورق سوف نحتاجه لإزالة جداد الأقلام الملونة لكي نقوم بالتلوين فقط بالمناديل الورقية و لنستعمل الأقلام سوف نلون بالمناديل الورقية سوف نحتاج الى لون وردي ولون بنفسجي ولون أزرق يعني سوف يكون اللون الأزرق والبنفسجي غامق وسوف نحتاج الى قلم رصاص يكون من نوع بي فور أو بي فايف أو حتى بالمهم يعني يكون غليد الشكل و سوف نحتاج الى قلم ملون برتقالي و أحمر و أصخر ألا ما أعتقد هذه الألوان التي سوف نحتاجها لعمل الخلفية نتركها على جنب و إن شاء الله سوف نبدأ بعمل الخلفية حسنا سوف نأتي في البداية بالقلم الرصاص الغليد اللون يكون من نوع بي فايف أو بي فور أو بي سيكس أو سيفن المهم سوف نقوم بعمل بهذه الطريقة لإزالة جداد القلم الرصاص بهذه الطريقة كما ترون يا رفاق سوف نسرع هنا في الفيديو كهذا الشكل سوف ترون يا رفاق و الآن سوف نأتي بمنديل ورقية في البداية سوف نقص المنديل الورقي لكي نقتصد في باقي المنديل الورقية سوف نبدأ هنا بالقص إلى نصفين و ثم نقصه إلى قصصات لأجل الألوان الأخرى لأننا لا نستطيع أن نقوم بتلوين بنفس المنديل الواحد نقصه إلى نصفين بهذا الشكل بهذه الطريقة لما ترون ثم نعيد قصه من هذه الجهة نفتح هنا فقط الذي اسمه المهم في البداية الفيديو لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة إن لم تكن مشتركة مع وضع رأيكم تحت في التعليقات ولا تنسوا متابعتي في حسابي على الأستجرام فأني أبو التسطوريات يومية بشكل دائم ليست يومية يعني أبو التسطوريات بشكل دائم والذي هو مشترك في قناتي على اليوتيوب و رأى استورياتي الأخيرة فمبارك له يعني لقد رأى شألي في الحقيقة واو و أنا لم عبدت يعني وجهي في اليوتيوب قط لكن سوف أو إذا كنت محظوظا سوف ترى صورتي على الأستجرام إن شاء الله لكن هذه الأمور لا تحدث دائما لذلك اشترك في الأستجرام أسفل تحت في النصف وتابعني على استورياتي و لا تنسوا دعمي بلايك أو باشتراك أنا مهم لقد فهمت والآن سوف أريكم عن طريقة للتلوين سوف نأتي بالورق المنديل بهذه الطريقة و نقوم بالتلوين به بهذا الشكل فقط ضعوا المنديل و قوموا بالله هذا الصوت قد تسمعونها إن شاء الله يكونوا سمعون المهم سوف نقوم بباقي الجهات الأخرى المبيضة بهذا الشكل أنتم فقط قوموا بما سوف أفعله الآن و إن شاء الله تكون الطريقة مفهومة لكم المهم سوف نعيد الكرة و نقوم بتغميقه بشكل جيد بهذه الطريقة و إن شاء الله تكون الطريقة مفهومة لكم يعني أنا أقول هذه الجملة دائما لكن المهم عسل هذا الانتهاء ها هي النتيجة أمامكم نقوم بنصف على الجداد لكي يتبعد أو يبدعد من الورق بهذه الطريقة يا رفاق و نقوم بعد ذلك بمسح أيدينا لكي لا ننطلق نلطخ الورقة بالأسود لأننا الآن سوف نستعمل الملون الأزرق نأتي بمنديل ورقي أو منديل كيفما تسمونها ومنديل يكون مبلل قليلا لكي نستطيع أن نمسح أيدينا جيدا و إذا ما كان الحمام قريبا لك فمن الأفضل أن تخسي ليدك و تمسحها لأن الحمام عندي يعني بعيدا جدا عن الغرفة فلاستطيع الذهاب المهم فاهمتم من الأمر و الآن صفا نتمم نرمي المنديل رميناه المهم نأتي بالقلم الأزرق نعم القلم الأزرق أسألنا هنا فقط أجفف يدي من المنديل المبلل المهم نأتي بقصص أخرى من المنديل وسوف نقوم بالرسمة نقوم بنفس الطريقة التي عملناها مع القلم الرصاص لإزالة الجداد الملون الأزرق بهذه الطريقة نقوم بإزالة الجداد بهذا الشكل فقط ركزوا معي يا رفاق و إن شاء الله تكون الطريقة مفهومة لكم وتأتيكم مثل النتيجة التي لدي بهذا الطريقة يا رفاق والآن سوف نأتي بالمنديل الورقي و نقوم بمسحي بهذه الطريقة بهذا الشكل يا رفاق فقط ركزوا معي في البداية نقوم بمسح فقط في الضياط ثم ندخل إلى أعماق الملون أو ذلك الغماق الأسود الذي عملناه بالقلم الرصاص بهذه الطريقة يا رفاق كما ترون لكي ينتج لنا شكل متجانس أو ألوان متجانسة بهذه الطريقة يعني هذه الطريقة تشبهها طريقة الألوان بالفحم أو التلوين بالفحم أنا لا أستعمل لهذه الطريقة المهم سوف نأتي الآن بملون بنفسجي و نقوم بمسحي في ذلك فقط أسفل كما أترون في هذه النقطة الميع وبعدها سوف نتمن بالملون الأزرق بهذا الشكل يا رفاق كما قلت لكم فهذه الطريقة مثل الألوان أو ملونات الفحم أو الذين يلونون بالفحم لكن لكي نقتصد في الأمور فكما تعلمون بأن منتجات الرسامين أو أقلام التلوين أو كل أعمال الرسامين والأجهزة التي يستعملونها والملونات والأقلام كلها باهدة التمن وعندما تأتي عند شخص أو هو يأتي عندك ويطلب منك رسم ما يقول لك لن أدفع لك أو يعني أنت فالرسامون يعني نحن بالفعل نشتري الأقلام وأجهزة التلوين ومستعملات الرسم بأسعار باهدة التمن ويأتون أشخاص كما نقولها نحن بالدرجة لدينا قويين قويين يعني بني بنيين بنيين يقولون لك أرسم لنا مجالا لن أرسم لك حتى لو ما فعلت المهم نأتي بالقلم الأزرق الفاتح ونقوم بهذا الشكل كما ترون بهذه الطريقة في البعاية ذلك أعدني يا رفاق فأنا أتحمس قليلا ولم أتمم الشرح في هذه النقطة لكن أنتم تشاهدون الفيديو لذلك أرجو منكم أن تستمتعوا بالأمر نعم حسن عدنا والعود أحلى ومعكم الشيخ الزبير المهم سوف نتمم يا رفاق أعتذر عن هذه الكلمات الغريبة حسنا والآن سوف نأتي بملون أعتقد ملون أحمر نعم لا سوف نأتي بالملون الوردي سوف نقوم بإزالة جداد الملون الوردي بهذه الطريقة عند ذلك البيض الذي قمنا بعمله بهذه الطريقة ونكرر نفس الطريقة مع الألوان التي استعملناها من قبل سوف أريكم هذه الجهة فقط التي كانت هي الجهة الغامقة من الأزرق والبنسجي والوردي والجهات الأخرى سوف تكون سوف تكون بالألوان الحارة يعني هي الألوان الغامقة الحارة الأحمر والبرتقالي والأصفر سوف أسرع قليلا فيها لأنني يعني لا أريد أن أطول عليكم في الفيديو لكي تستمتعوا به جيدا لا تنسوا دعمي باللايك واشتراك بالقناة ووضع أرأيكم تحت في التعليقات وما إذا كنت تشاهد الفيديو وما تلت الآن فإذهب إلى النتيجة النهائية مباشرة أو أترك لايك وذهب لا 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 أترك لايك وذهب أتمم الفيديو المهم نعيد الكرة الآن بالملون الأزرق بهذه الطريقة والملون البنفسجي بهذا الشكل نعيد الكرة هنا لكي تجنس اللون مباشرة حاولوا الضغط جيدا على المنديل الورقي اضغط عليه جيدا لكي تجنس اللون بهذه الطريقة انظروا كيف هو أو كيف هي النتيجة التي ظهرت الآن هذا فقط النصف الآخر وما بالكم الآن بالنصف الذي قادم سوف تكون النتيجة فعلا رهيبة لن تندم عليها بهذا الشكل الآن سوف أسرعه في الفيديو نقوم الآن بتلوين باللون الأحمر بهذه الطريقة فوقه اللون أو القلم الرصاص بهذا الشكل فقط اضغطوا جيدا على كيف يسمونها المنديل الورقي المنديل الورقي المنديل الورقي بهذه الطريقة لكي تجنس اللون بشكل جيد وتبدو يعني بالفعل يعني الألوان متراكم ومزدحمة فيها بينه هاركيين توجد لدينا فن يعني جميل يعني بالفعل أنا عجبتني هذه الطريقة طريقة العامل بجداد الجداد الألوان بقايا الألوان وجداد كما فهمون تسمونها أنتم أنا أعلم أن الجداد هو البقايا والمهم والآن سوف نأتي إلى الملون البرتقاري ونقوم بعمله مثل الطرق الأولى التي عملناها بهذا الشكل فقط ركزوا معي رفاق فالطريقة بالفعل 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 سهلة ولا تدام عليها وهي يعني سوف تكون اقتصادية بشكل كبير فبدل استعمال ألوان الغالية أو استعمال ألوان المائية التي تكون بالفعل يعني عند استعمالها أحيانا ما يعني كيف يقول ذهابت مني الكلمة المهم الألوان هي تكون مرة يعني 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 لا تنتج أو لا تخرج الرسمة بشكل جيد فالورقة عادة ما تقوم بي wygil عكس الطرقة المهم كما ترون يا رفاق وقد استعملتوا هنا الملون الأصفر هذه الطريقة يا رفاق وهكذا قد نكون أنهينا الخلفية والآن نأتي إلى التلوين الضوء للوفي لكي يعني يتمازج خلفية الرسمة مع الضوء يعني بهذه الطريقة نقوم باستعمال القلم الوردي في البشرة والقلم الأصفر وفي العينين كذلك ولا تنسوا إحضار معهم قلم مصطحيح أو قلم أبيض لكي يكون العمل بالفعل الجيد وتكون إضاءة بالفعل يعني رقمية الكثير من الناس سوف يحسبونها يعني الرسمة مطبوعة بهذا الشكل يقول يحسبونها بأنني عملتها بالحسب لكن هي معمولة يدوية فاللون الأبيض أو الملون اللون الأبيض نعم اللون الأبيض أو القلم المصحي يعني بالفعل أمر مهم في الرسومة بهذا الطريقة يا رفاق قموا بما سوف أفعله الآن وإن شاء الله تكون الطريقة مفهومة لكم لا تنسوا دعمي باللايك والاشتراك بالقناة إن لم تكن مشتركة مع وضع رأيكم تحت في التعليقات وأنا أصور الآن في الفيديو ونسيت أن أقوم بتصوير النتيجة النهائية لذلك سوف أقوم بتصوير النتيجة النهائية بعد انتهاء من هذا الجزء وفي هذا الجزء الثاني سوف أقوم بقول لكم العبارة هنا ولكن أصوره إن ه المهم صمت برا منكي دي رفي كايزو كوني وريو النرند وريو رفي وريو رفي وريو رفي حسن وإلى هنا يرفق انتهى فيديو اليوم إن شاء الله تكونوا استمتعتم معي في الفيديو وإن شاء الله تكون الرسمة قد أعجبتكم وأنكم قمتم بنفس الطريقة التي قمت بعملها لا تنسوا دعمي باللايك والاشتراك بالقناة ما وضع رأيكم تحت في التعليقات ولا تنسوا دعم حسابي على الاسستجرام أترك رابطه تحت في الوصف وأترك فيديوهات التعليمية السابقة وبهذا أراكم في الفيديو القادم